اهلي شوية ايه رأيك او مبروك الاول الفوز بالسوبر على حساب الزماريك ايه رأيك في المباراة وفي انطلاقة كولر حتى الان مباراة متميزة جيدة جدا الجو العام بتاع المباراة خلانا مبسوطين كشعب مصري وتفرجنا وتابعنا المباراة جمهور النادي الاهلي خاصة فرح بالمباراة اكتر وفرحنا اكتر كتير بالفوز طبعا بالاداء بتاع اللعيبة اهم كتبت انا على الفيسبوك عن الصفحة بتاعتي بعد المباراة وانا اولايل جدا ما بكتب اه قلت لان امبسطت جدا انا قلت انه سرعة الاداء هو اهم ما يميز النادي الاهلي دلوقتي مع الرجل ده اه وده شيء بنسبة لي مهم جدا لان الرتم هو اللي بيحدد التحكم في المباراة وقدرتك على السيطرة في المباراة او على السيطرتك على المنافس لانه كل ما كان رتمك اعلى وافضل من المنافس انت اللي بتسيطر انت اللي بتقود المباراة وده اهم ما يميز مدربين الاوروبيين اللي عندهم الفكرة ده ايه لانه مش كلهم عندهم الفكرة ده والنادي الاهلي هو كان مستني حد زي ده يعني الاقاع هو كان دي حاجة نقصة في الاهلي هي كانت نقصة المسلمين اللي فاتوا بس اه في عهد مسلماني تحديدا اه اه دي حقيقة يعني كان الرتم واقع جدا رتيب جدا اه ما عندناش درجات وصول كتير للمناطق الخطرة في المنافس سرعة استخلاص الكورة ده مهم جدا لازم يتواكب مع سرعة الاداء يعني سرعة الاداء كل ما كان كل ما زادت لازم تزيد معاها سرعة استخلاص الكورة وده اللي حصل دلوقتي ايه لما دي جينا نتفرج على النبي الاهلي دلوقتي وتشوف التوقيت او عدد الوقت اللي بيستخلص فيه الكورة بعد ما بفقدها ايه قليل جدا صح هتحسبوا كده هتلاقيهم ماكسيم عشر ثواني يعني ما بيسيبش حد ان الشكل اللي كانوا بيشوفه السنة اللي فاتت يقول اللي هو سيب له الكورة او ياخد معاه الكورة ويراوه هو البيت ما ينشي تفرق معاه لا لا فيش حاجة ده ما ينفعش مع شغل النادي الاهلي ده اللي ينفع مع شغل النادي الاهلي اللي موجود دلوقتي فيه لعيبة طورت مين معهولة طبعا بان جدا يعني طاهر طاهر ما كانش كده طاهر محمد طاهر السنة اللي فاتت والسنة ومصر السنة اللي فاتت من أول ما جي النادي الاهلي مع المسلماني ما عملش المشادي ما عملش الاقاع ده ايه ما عملش الاقاع ده الاقاع ده هو ده اللي بيمايز طاهر وهو في المقاولين ايه انه كان اقاعه مختلف عن البيت اللعيبة اللي معاه في التيم عشان كده كان ظاهر ايه الكلام ده ما كانش موجود السنة اللي فاتت بان دلوقتي يبدأ يبان عند القادر هيبان تاني واكتر ايه في بعض اللعيبة النجوم اللي كانوا موجودين لفترة اللي فاتت اشتراكهم نسب باشتراكات اشتراكهم هتقل قلت وهتقل ليه يا كده مش هيواكب الاقاع ده زي مين مش اقول زي مين حسين الشحات دقائق لعبوا قلت يعني عذرني في ان انا اقول الاسامي جوه النادي فبقى محرجة انما في لعيبة نسب مشاركاتها هتقل ولعيبة دولية كده اوضح شوية اوضح اه اوضح انا اللي هقول افشة دولي محمد شريف دولي حسين الشحات نعتبره دولي المشاركات هتقل نسب المشاركة بتاعتهم هتقل بسبب الايقاع عدم التوافق مع الايقاع اللي عايزه المدرب بزبط سرعة الايقاع في اتخاذ القرار سرعة الايقاع في الجري سرعة الايقاع في التحول من الدفاع للهجوم والعكس سرعة الايقاع في استخلاص الكورة واسترجاع الكورة سرعة الايقاع في التصرف في الكورة بخلي بالك هنا مش معنى سرعة الايقاع ان انا اتصرف غلط اي لا سرعة الايقاع بلازمها تصرف سليم وده اللي ممكن هنشوفه قدام شوية لأنه لما تيجي تغير من مستوى الرتم لرتم تاني بيحصل فيه بعض الخلل أثناء العمل هتطلع تغير بعض الأخطاء بالظبط كده فالخلل ده بيتعالج واحدة في التانية ولعبت الناد لها لكلهم لعبة كبار إذن حضرتك شايف أنه الصبر أمر مهم على التجربة دي جدا لأن بدايتها عجبك جدا وهتعجب كمان أكتر لأنه في نقطة مهمة عايزة أوصلها كمان أو أقولها دي مناسبة جدا ومتواكبة مع الإطاع العام في الدور العام المصري السنادي ما ننساش أن كلاتنبرج ساب فرص احتكاك كبيرة جدا ده الوحده بيصرع الرتم لأن كان من أهم عناصر تخفيض الرتم أو ابطاء الرتم في الكرة في مصر كتر الفاولات والتوقفات التحكيم صح فالتحكيم النهاردة تحرر من قصة إنه يدي كتفة تبقى فاول إنه يزق واحد تبقى فاول إنه اتنين يدخلوا مع بعض تبقى فاول لما نجي نتفرج النهاردة على عدد السفرات بتاعة الحكم في المباراة الوحدة مختلفة كليا وجزئيا مع نفس الحكم السنة اللي فاتت فده بيدي سرعة في الإقاع ده هيعمل حاجات كتيرة جدا في الكرة في مصر هيخلي المدربين لازم تفكر في طريقة التدريب بتاعه لازم التكتيك بتاعه يتناسب مع ده لأنه مفيش حاجة اسمها بقى إيه ده مستني فاول بعدين تقف الكرة وبعدين يستنى الباقي كله لما يرجع ويضيع نص الوقت مفيش الكلام ده برونو سابيو يا رأيك فيه